خطا ثابتا تتواصل جهود الدولة نحو تعزيز هيكل الاقتصاد الكلية والحفاظ على استدامة المالية العامة وتحسين فعالية وكفاءة المصرفات والإيرادات مع دعم فرص النمو الغني بالوظائف على النحو الذي يسهم في تحقيق المستهدفات الاقتصادية للدولة وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين الحكومة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم والتوسع في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية والمشروعات القومية بالمشاركة مع القطع الخاص باعتباره قاطرة النمو التي تساعد على استدامة دوران عجلة الاقتصاد وتحسين مناخ الاستثمار وجذب استثمارات جديدة وتنتهج الدولة خلال موازنة العام المالي الحالي سياسة مالية رشيدة ترتكز على تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي ومساندة الأنشطة الاقتصادية القائمة على التصنيع والتصدير ودعم شبكة الحماية الاجتماعية والاستثمار في العنصر البشري بتحسين جودة الخدمات من خلال تخصيص 358 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات الحكومية والمشروعات القومية والبنية التحتية الاقتصاد المصري حظي بالعديد من الإشادات الدولية نتيجة التحسن الإيجابي للمؤشرات المالية ومرونته على التصدي للأزمة الداخلية والخارجية رغم تداعيات جائحة كورونا حيث نجحت البلاد في تحقيق معدل نمو خلال العام المالي الماضي بنسبة 3.3% وتسجيل فائد أولي بنحو 1.45% فيما سيشهد العام المالي الحالي استمرار تحسن وتيرة التقدم الاقتصادي حيث من المستهدف تحقيق فائد أولي بقيمة 1.5% والوصول بمعدلات النمو إلى 5.4% من جانبه أشاد صندوق النقد الدولي بمصر باعتبارها من أفضل الدول في كفاءة وفعالية انفاق حزمة المساندة الاقتصادية ومراعاة الأولويات العاجلة لقطاع الصحة